نسيب النادي الآلي شوية و هنرجع له كل يوم لحد ما كساعمل أن ده يتخلص طبعا و على طول يعني كانت كلمة أنا هنروح من الآلي والزمالك فين يعني تحديدا نروح للزمالك الساعة الأخيرة كان فيه أنباء كتير جدا عن تواصل نادي الزمالك مع رمضان الصبحي نجم فريق بيرامدز لمحس إمكانية ضمه حال فتح القيد في يناير لكن مصدر في نادي الزمالك أكلنا في رقم عشر أن الزمالك لم يتواصل إطلاقا مع رمضان الصبحي سواء بشكل مباشر أو حتى عن طريق وكلاء والزمالك حدد أولوياته في الصفقات و رمضان الصبحي خارج تلك الأولويات بسبب راتبه الكبير في بيرامدز و كذلك رغبة نادي بيرامدز في الحصول على ما لا يقل عن 180 مليون جنيه لبيع رمضان الصبحي و ده بالتأكيد صعب حتى على حسب مسؤول نادي الزمالك صعب حتى التفكير فيه طيب دي حكاية رمضان الصبحي ترجمة نانسي قنقر